بدأت حكاية الرحيل حين أصيب بجروح بليغة بسبب عبوة اللاسقة في مركبة كان يقودها تعود للناشط من العاصمة بغداد علي المدني الذي زار الطيب حيث محل سكنه في الديوانية طاقة مستشفى الديوانية التعليمي الذي أشرف على عمليات إنقاذ الناشط ثائر كريمة أجر له اللازم وظل تحت العناية المركزة علّه يتجاوز مرحلة الخطر وقتها الجهاز الأمني في المحافظة أكد أن الاستهداف كان للمدني وليس للطيب لكن قدر الله ما شاء فعله وبعد تسعة أيام من الحادثة وأفته المنية فجر يوم الأربعاء الماضي ليكون تشيعه مهيبا شاركت فيه كل شرائح المجتمع الديواني وحمل نعشه من منزله مرورا بشوارع الديوانية حتى ساحة الاعتصام ومن ثم إلى مثواه الأخير نهاية الحكاية أقام له المعتصمون في ساحة شهداء الديوانية مجلسا تأبيني وعم ساحة الاعتصام الهدوء والحزن على فقيدهم الشهيد مؤكدين بأنهم ماضون حتى تحقيق النصر لثورته من مطالبة بالإصلاح والتغيير من الديواني محمد حسن قناة التغيير